فهبنا الآن بعد إصابة الأهداس وتحدثنا عن موضوع البر والبحر هناك أمر مهم جدا حتى اليوم السابع وهذا إنجاز كبير مقاومة هناك استمرار في التبليغ الإسرائيلي عن عمليات إنزال واشتباكات في مناطق عديدة يوجد منها تركيز على الزكيم على صعيد التسلل البحري ولكن أيضا منذ ليلة أمس حتى اليوم سجلت محاولات تسلل بعيدة المدى أكثر من 25 كم من مجموعات على ما يبدو إما أنها كانت كامنة سابقا أو مجموعات جديدة وتوجد انذارات في عدد من المستوطنات هذه النقطة أريد أن أبقى عندها لأنه الإنزالات والاشتباكات واستمرار نقطة اشتباك في غلاف غزة إضافة للمدىات التي تفضلت فيها حول الصواريخ أين يضع سيناريو العملية البرية؟ هو بالحد الأدنى يؤخرها ولكن يزيد الطيم بلا أمر أساسي أن الإسرائيلي إذا أراد أن يدخل على العملية البرية يجد نفسه أنه قد يكون ظهره مكشوفا وقد تكون هناك مجموعة تنتظر أو متفق معها أن تنتظر وأن لا تتحرك إلا حين بدء العملية البرية وتكون كامنة وهنا نأتي للحديث عن العملية البرية اليوم السابع ازداد الحديث الإسرائيلي وحتى الدولي يعني كان هناك تهويل كبير غربي عن تحشيد إسرائيلي كثيف وتحديدا شمال قطاع غزة في إطار الترهيب نعم وتركز القصف أيضا على المنطقة الشمالية خلال أيام الثلاثة ومن ضمنها اليوم وبحتى لدرجة أعلن أن هناك خسارة إسرائيلية لعدد من أسراف قصف المحور الشمالي هذا كله يقود إلى أن التركيز على الشمال يعطي إشارة كأن الإسرائيلي يريد إعطاء حقا أنه الاقتحام الأساسي من الشمال ولكن يجب التعامل بحذر مع هذا الأمر لأنه قد يكون جزء من الخديعة العسكرية عندما يقولون أنه يركز حشوده على الشمال ويوهم المقاومة أنه سيدخل من هذه المنطقة ولكن المقاومة أصلا لا تعتمد فقط على هذه الأخبار من أجل معرفة كيف تتصرف لها وسائل كثيرة منها التكنولوجية والبشرية وأيضا التخطيط الاستراتيجي منذ قبل بدء هذه المعركة